بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ازايك وسنقول عاملين ايه ربك لك تكونوا بخير يا حبيبي النهاردة ان شاء الله في فيديو النهاردة هنبدأ مع بعض في شرح لسن 1 في يونت 15 هنبدأ في شرح الوحدة الخمستاشر هنشرح الدرس الاول في الوحدة الخمستاشر وقبل ما نبدأ في الشرح ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلك كل جديد ولو عزنا اي حاجة حبيبي اكتبوله في كومنت ونبدأ على طلبه نقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة عنوان الوحدة الخمستاشر بقول ايه at the market at the market يعني في السوق هندخل بعد كده على vocabulary طبعا بقول لي listening and speaking يعني درسنا بيعتمد على الاستماع والتحدث اول حاجة بتسمعوا وبعد كده بتبدأوا وترددوا الكلمة اول كلمة عندي موزة بنانا بنانا بي ايه اني ايه اني ايه موزة بنانا بي اي اني اي اني اي بنقسم الكلمة موزة بنانا بي اي اني اي اني اي برتقالة اورانج اورانج اور اي اني جي اي برتقالة اورانج اور اي اني جي اي برتقالة اورانج اور اي اني جي اي سمرت جوافة 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 جي يو اي في اي هنا بننطق حرف U زي حرف ال-W بننطقه زي ال-W بعد كده بطيخة كلمة ووتر اللي هي مياه لما قول ووتر ميلون كده معناها بطيخة ووتر ميلون ووتر ميلون ووتر W-A-T-E-R ميلون M-E-L-O-N تفاحة أبول أبول A-B-B-L-E سمرة المنجة منجو 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 M-A-N-G-O لو قلت منت كده بس معناها رجل وهنا جو معناها يذهب لما أجمع الكلمتين مع بعض بيطلع لي كلمة جديدة سمرة منجة منجو منجو M-A-N-G-O بلحة date date D-A-T-E بلحة date D-A-T-E سمرة تتين fig 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 k-i-T-E-G-O going ahead poundis 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 b-o-un d-s سوق ماركت 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 نقولهم تاني ربيط افتر ميه موزة بانانا 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 برتقالة اورانج 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 سامرت جوافة جوافة بطيخة ووتر ميلون تفاحة ابل سامرت مانجا مانجو مانجو بلحة ديت ديت سامرت التين فيج فيج جنيهات باوندس باوندس سوق ماركت ماركت نشوف الصفحة اللي بعد كده بعد كده هندخل على التاب سكريبت بقول لي لوك ليسن اند ربيت يعني انظر واستمع وردد طبعا هنا درسنا عبارة على الكونفرزيشن محادسة او دايلوك حوار بين مين بين مجموعة من الاشخاص اول حاجة مين اللي تكلم هاني اول واحد يتكلم وقال ايه بقول لوك انظر زيس از اووتر ميلون مين بعد كده اللي تكلم والد هاني قال ايه هاو ماتش از اووتر ميلون بيسأل مين الفكهاني بقوله هاو ماتش از اووتر ميلون يعني كم سعر البطيخة رد عليه الباقع او الفكهاني وقال له اتسففتين باوندس اتسففتين باوندس يعني سعرها خمس واشر جنيه تاني اتسففتين باوندس سعرها خمس واشر جنيه بعد كده بعد كده يوسف اتكلم وقال ايه زيس اور ديتس زيس اور ديتس يعني هزا بلح يشير الى البلح وبقول ايه زيس اور ديتس يعني هزا بلح يقولها تاني اول حاجة هنتكلم وقال ايه رد بعد كده بابا وسأل الباقع هو اللي تكلم وقال الجملة التانية عبارة عن الكوستشان سؤال وقال الباقع كم سعر البطيخة رد عليه وقال له يعني سعرها 15 جنيه بعد كده يوسف تكلم وقال بعد كده عندي وظائف لغوية اول حاجة بقولي للسؤال عن سعر شيء مفرد لو عايزة اسأل عن سعر شيء مفرد اول حاجة هبدأ بهاو مطش هاو مطش معناها كم السمن للسؤال عن السمن يبقى لو عايزة اسأل عن سمن اي شيء بابدأ بهاو مطش وبعد كده لو الشيء اللي انا هسأل عليه مفرد هقول هاو مطش إز إز للمفرد وبعد كده اسم الشيء اللي بنسأل عليه يبقى للسؤال عن سعر شيء مفرد بنقول هاو مطش إز وبعد كده اسم الشيء يعني لو بسأل عن بطيخة واحدة هقول هاو مطش إزة وترملون بسأل عن سمن قلم واحد اقول هاو مطش إزة بين وهكذا يبقى لو حاجة مفرد هقول هاو مطش إز وبعد كده اسم الشيء المفرد اللي بنسأل عليه طيب بعد كده علشان نجيب على السؤال لازم أبدأ الإجابة بـ للإجابة لازم نبدأ بـ وبعد كده السعر ليه هنا قلنا إتس علشان الشيء اللي بنجاوب عليه مفرد وإحنا عارفين إن إت تعود على المفرد ضمير فاعل لغير العاقل بيعود على المفرد وبعد كده إزل المفرد هنقول إتس وبعد كده السعر بتاع الشيء اللي بنسأل عليه جاب لي بعد كده مثال بقول لي هاو مطش إز بنسأل عن سمن البطيخة علشان كده قلنا هاو مطش يعني كم سمن وبعد كده البطيخة مفرد بطيخة واحدة فعلشان كده قلنا إيه قلنا إز هاو مطش إز وبعد كده البطيخة زاوتر ميلون هاو مطش إز زاوتر ميلون يعني كم سمن البطيخة عايزين نقول الإجابة هنبدأ بإتس إت بتعود على البطيخة وبعد كده إس وبعد كده هنقول الثمن إت ستين باوندس يعني بعشر جنيهات إت ستين باوندس بعشر جنيهات طيب لو عايزين نسأل عن سعر شيء جمع للسؤال عن سعر الأشياء الجمع أول حاجة برضو هنبدأ بهاو مطش مش علاها اختلاف أول حاجة هنبدأ بهاو مطش كم سمن سواء للمفرد أو للجمع بنبدأ بهاو مطش بعد كده هنقول أور ما ينفعش نقول إزمع الجمع لازم مع الجمع نقول أور أور للجمع يبقى إز المفرد و أور للجمع هنقول هاو مطش أور وبعد كده اسم الشيء الجمع اللي بنسأل عن سمنه هنقول مثلا هاو مطش أور زف جز يبقى هاو مطش وبعد كده أور وبعد كده اسم الشيء الجمع في الإجابة لازم نبدأ الإجابة بزي أور زي للجمع احنا قلنا في المفرد بنبدأ بإت والإت بتاخد إز لكن في الجمع هنبدأ بزي والزي بتاخد أور هنقول ZR وبعد كده نقول الثمن يعني بثمن جريهات يبقى لو بنسأل عن الشيء مفرد هنقول هاو مطشق S واسم الشيء المفرد لو بنسأل عن الشيء جمع هنقول هاو مطشق R واسم الشيء الجمع للإجابة لو بنجب عن ثمن شيء مفرد هنبدأ بS لو ثمن شيء جمع هنبدأ بZR وبعد كده الثمن هنا طبعا بقولي زي اسم هذا المفرد القريب يعني لو بشير إلى حاجة قريبة مني هقول ZS ZS المفرد أقول ZS is a banana ZS is a banana يبقى ZS is a banana ليه هنا قلت ZS علشان الحاجة اللي أنا بقشر إليها قريبة مني الموزة طبعا هنا قريبة من اليد اللي بشير إليها وبعد كده إزل المفرد ZS بيجي معها إزل المفرد وبعد كده اسم الشيء القريب مني أقول ZS is a banana ZS is a banana طيب هنا طبعا بقولي بقى لو هنشير إلى شيء قريب بس جمع ما ينفعش نقول ZS للجمع ما لا هنقول إيه هنقول ZS يبقى مع الجمع بنقول ZS مع المفرد بنقول طبعا ZS مع الجمع بنقول ZS بنقول ZS وبعد كده R ZS بتاخد R وبعد كده هنقول اسم الشيء الجمع ZS R bananas يعني هؤلاء موز يبقى تاني لو بنشير إلى شيء قريب منه ومفرد هنبدأ بZS is ZS معناها هذا أو هذه للإشارة إلى المفرد القريب وZS بتاخد إزل هنقول ZS is وبعد كده اسم الشيء اللي بنشير إليه ZS is a banana يعني هذا موزة أو هذه موزة حتى بقى الشيء لو مذكر بمعنى هذا لو مؤنس بمعنى هذه هنا هنقول هذه موزة طيب لو الشيء جمع هنبدأ بZS ZS يعني هؤلاء للجمع القريب هنقول ZS وZS بتاخد R وبعد كده اسم الشيء الجمع اللي بنشير إليه ZS R bananas يعني هؤلاء موز طبعاً معناها لو عايزين نتكلم عن حاجة بعيدة للمفرد بنقول ZS لو حاجة بعيدة للجمع بنقول ZS لكن النهاردة تكلمنا عن ZS للمفرد القريب وZS للجمع القريب وبكده يا حبيب نكون انتهينا من شرح الدرس أسبكم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة